السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أصول قناة تعلم إنجلش أونلاين أعزائي طلبة طالبات الصف التاني لإعدادين أهلا بيكم النهاردة مع الفيديو اللي انتوا كلقوا طلقتوا مني واللي فيه هنلخص كل قواعد المنهج هنشرح كل قواعد المنهج وهنطبق عليها عملي من خلال الأسئلة اللي جاي في الورك بوك والستودنت بوك النهاردة إن شاء الله هناخد نص المنهج كان الفيديو مايبقاش طويل قوي فهناخد نص المنهج هنشرح نص الجرامر بتاع المنهج وهناخد كمان الأسئلة التطبيقية عليه وإزاي بيجينا في الامتحان من خلال الورك بوك والستودنت بوك وإن شاء الله الفيديو الجاي هناخد باقي المنهج النص التاني 3 units اللي فاضلين وهنطبق عليها برضو عملي من خلال الأسئلة فلو تفرجنا على الفيديوهين دول بس يبقى احنا كده لمينا المنهج كله في خلال الفيديوهين الاتنين تقريبا وقتهم هيبقى في حدود ساعة ساعة وربع بالكتير لميت فيها منهج الترم كله يلا بقى بينا نتوقع على الله ونبدأ مراجعة أول 3 units والتطبيق عليهم كمان من خلال الأسئلة اللي متوقعة في الامتحان بالنسبة لchoose والcorrect يعني أسئلة الجرامر اللي جاي في الستودنت بوك والورك بوك تعالوا بقى نبدأ في أول يونت خالص أول يونت عندنا يونت 7 اسمها تكنولوجي and the future ودرس الجرامر هنا هو الفيوتر سيمبل أو المستقبل البسيط والفيوتر هنا أو المستقبل البسيط اللي هو باستخدام will plus the infinitive شكل المستقبل البسيط إيه؟ أو شكل الفعل بيكون إيه؟ بيكون will زائد المصدر فلما أجي أتكلم عن حاجة لسه هاتحصل في المستقبل ما حصلتش بحط will وبعدين الفعل في المصدر من غير أي إضافات يعني مثلا for example على سبيل المثال the headphone will be very useful for traveling سماعات الأذن هتكون will be سوف تكون very useful مفيدة جدا for traveling للسفر عندي هنا جات will وجه be وبي ده المصدر بتاع الأم والإز والأر فبالتالي أنا هنا جبت will زائد المصدر وبكده بقى عبرت عن حاجة لسه هاتحصل في المستقبل طيب شكله في النفي إيه؟ لو عايزة أنت يقول حاجة دي مش هتحصل سوف لا تحدث هشيل will وحط مكانها want want دي اختصار will not فالنفي بتاعها want وبرضو بيجي بعدها الفعلة في المصدر من غير أي إضافات for example the machine won't be able to fly very high الآلة أو الماكينة دي won't be able to fly سوف لا تستطيع أن تطير عاليا هنا طبعا عندي برضو want زائد المصدر فهنا أنا نفيت سوف لا فلما يجي أحط الفعل في المستقبل بحط will والمصدر حاجة لسه هتحصل طب عايزة أنت في will أشيلها وحط want want هي النفي بتاع will والاتنين بيجي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر فلو جابها لي في correct أو choose جاب لي will أو want لازم أختار الفعل في المصدر ما أختارش ing ولا s ولا e d ما أختارش أي إضافات أختار الفعل في المصدر طب لو هعمل سؤال طبعا إحنا متفقين مع بعض أنه مدام عندي helping verb أو فعل مساعد لما أجي أعمل سؤال بعمل إيه؟ بعمل cross بعمل مقص between the first two words بين أول كلمتين فبالتالي أنا في تكوين السؤال ببدأ will وبعد كده الفعل بعمل مقص ببدأ بول الأول وبعدين أجيب الفعل مكانها فأنا لو عندي I will هتبقى will you he will will he they will will they بعمل مقص ده بالنسبة لتكوين السؤال طبعا أنا هنا عندي سؤال إجابته بyes or no مدام السؤال بدأ بفعل مساعد إجابة تبقى بyes or no فأنا لو بدأت بwill هقول will you send us some photos هل أنت سوف ترسلهم بعض الصور فطبعا لو هجاوب مدام بدأ بwill بفعل مساعد بجاوب بyes or no وعمل مقص أرجع المقص اللي أنا عملته في تكوين السؤال فالyou هتنزل I والwill هتنزل بمقصها فهتبقى yes I will أو no I won't لأن النوب تنفي طيب إفرد أنا عايز أسأل بأداة استفهام وشيل الإجابة بتاعتها وبعدين برضو بعمل مقص بين will وبين الفاعل فأنا لو عندي مثلا سؤال بنقول dina will go فأنا هحط أداة استفهام الأول where وبعدين بدأ lina will هتبقى will dina هعمل مقص فأنا عندي هنا سؤال where will dina go at the weekend أين سوف تذهب dina في الweekend أو أجلس ناعة الأسبوع I think she will go to the park أعتقد أن هي هتروح الpark أو سوف تذهب إلى الpark فأنا لو هعمل سؤال هشيل to the park دي خالص وهسأل مدام ده مكان هسأل عنها where وبعدين هعمل المقص بدل dina will هتبقى will dina يبقى where will dina go وهكمل الجملة ده كده لو أنا بكون سؤال يبقى باختصار كده المستقبل بيكون من will والمصدر حاجة لسه هتحصل في المستقبل هحط will زائد مصدر الفعل من غير أي إضافات في حالة النفي هحط want هشيل will وحط want want بتساوي will not وبرضو بعدها المصدر في حالة السؤال هعمل مقص بين أول كلمتين إيه هي بقى استخدامات المستقبل number one الحقائق المستقبلية زي العمر مثلا لما أقول أنا هيبقى عندي 19 سنة السنة الجاية next year I'll be 19 years old السنة الجاية هيبقى عندي 19 سنة فدي حقيقة في المستقبل مش هتتغير في الحالة دي بستخدم will والمصدر مش أي طريقة تانية للمستقبل لو بعرض مساعدة على الآخرين I'll help you carry it أساعدك أنك أنت تشيليها تشيل حاجة تقيلة دي مثلا أو طلب مساعدة will you help me هل ممكن تساعدني أو بتنبأ بحاجة تحصل في المستقبل وفي الحالة دي بستخدم في الغالب I think أو I hope بقول I think أعتقد أن الحاجة دي هتحصل I hope أأمل أن الحاجة دي هتحصل كمان في القرارات السريعة يعني مثلا جرس الباب run فأنا قمت قلت أنا هفتح الباب فبالتالي أنا هنا قررت قرار سريع وليد اللحظة قررته في ساعتها ما خدت ما كنتش عن دينية مسبقة للقرار ده ففي الحالة دي برضو هستخدم will والمصدر هقول I'll open the door سوف أفتح الباب ليه لأن أنا خدت القرار دلوقتي حالا فهستخدم برضو والمصدر فيه ايه كلمات الدلة اللي ممكن تدل على المستقبل في بعض الأفعال بتدي بمعنى التنبؤ أو الاحتمال بحاجة ممكن تحصل في المستقبل زي predict يتنبأ expect يتوقع هو بيأمل think يعتقد believe يعتقد promise يوعد والحاجات دي من استخدامات المستقبل اللي هو الوعد الاعتقاد التنبؤ بحاجة تحصل بس ما عنديش جليل بيها فمجرد اعتقاد أو تمني حاجة تحصل تنبؤ بحاجة تحصل probably من المحتمل possibly من الممكن certainly من المؤكد perhaps ربما maybe ربما برضو be sure يبقى متأكد be afraid يكون خايف it's probable it's certain it's possible I don't think كل حاجات دي ممكن تيجي تدل على المستقبل تكون موجودة في الجملة ولكن حتى لو موجودين هنلاقي معهم كلمة in the future في المستقبل فاحنا عندنا كلمة tomorrow بكرة بتدل على المستقبل next اللي جاي وبيجي معاك كلمة week أو month أو year وعندنا in the future في المستقبل ودي ممكن تيجي مع كلمات دي عندي soon قريبا وإن زائد سنة مستقبلية لما حط إن وحط بعدها سنة لسه ما جاتش أصلا دي لسه في المستقبل فبالتالي باختار مستقبل ده كده باختصار شرح المستقبل تعالوا نشوف في الأسئلة هيجي لنا ازاي number one what invention do you hope we in the future طبعا هنا في hope فعلا من الأفعال اللي هقولنا عليها يأمل بتيجي مع المستقبل وزي ما قلتلكم لو جات الأفعال دي هيجي معها in the future فانا ركز على in the future في المستقبل عندي الاختيارات see will see what see so طبعا أنا مدام عندي مستقبل in the future يبقى أخذ ولول a والمصدر فهتبقى number b اللي هي will see number two i think the headphones مدام لقيت i think وانا مغمضة عيني يستخدم ولو المصدر عشان i think بتعبر عن التنبؤ بغير دليل فبالتالي ده من استخدمات المستقبل فعلى طول وانا مغمضة عيني اول ما لقى i think هستخدم ولو ال a والمصدر فبالتالي هنا هحط ولو المصدر number three do you predict predict يعني تنبأ ودي من الأفعال اللي بتيجي مع المستقبل ولكن جاي مع in the future في المستقبل برضو مدام في in the future في المستقبل يبقى هاخضر ولو ال a والمصدر ودي طبعا اسئلة كتاب المدرسة والworkbook اللي غالبا بيجي منها الامتحان يا جماعة live a is your in the future برضو in the future يبقى ولو المصدر فهاخد ول b نقط chops close in the next 10 years عندي next وnext من كلمات المستقبل معناها القادم فبالتالي هاخد ولو المصدر هو اصلا هنا جايبها في صيغة السؤال هنا هيبقى بولة عشان ده مستقبل دي كده الاسئلة اللي جاية في الworkbook والstudent book عن في حالة الاختياري تعالوا نشوف بقى مدام عندي يبقى حط ولو ال a والمصدر هو جايب لي ing بقى انا هحزف ال ing وحط ولو ال a والمصدر فهتبقى أقمل اتمنى من الافعال اللي بتيجي مع المستقبل يبقى انا هحط ولو ال a والمصدر طب هو جايب لي الفعل is المصدر بتاع is b هحط ول i'm sure وفي in the future يبقى كده مستقبل i'm sure بيجي مع المستقبل و in the future مستقبل يبقى حط ولو المصدر طب هو جايب لي مصدر بس يبقى حط ول وانقل المصدر ده هتبقى will use number four i think برضو i think على طول زي ما قرنا اول ما نلاقي i think وإحنا مغمضين عنينا ولو المصدر طب جايب مصدر بس يبقى حط ول واجيبه يبقى will do زي ما انتو شايفين الاسئلة في منتهى السهولة ودي الاسئلة اللي جايب في workbook اللي ممكن بتيجي في درس الفيوتشر تعالوا نشوف بقى الدرس التاني في unit 7 وهو اللي هي حالة الحالة الاولى من الحالة الاولى من بتقول ايه الحالة الاولى من هي بتعبر عن شيء محتمل انه هو يحصل في المستقبل محتمل الحدوث وبيجي بعدها دايما المضارع البسيط والناحية التانية ولو المصدر مستقبل طب لو if جات في النص برضو هيجي بعدها مضارع بسيط والجملة اللي قبلها هي مستقبل فبالتالي بعد if مباشرة لازم يجي مضارع بسيط present simple والجملة التانية هي اللي بتبقى ولو المصدر سواء جات في الآخر او في الاول لكن بعد if مباشرة مضارع بسيط فاكرين المضارع البسيط اللي هو ايه فاكرين he she المصدر تعالوا مشوف امثلة if i have allot money لو كان معايا فلوس كتير i'll buy a car كنت اشتريت عربية انا هنا بعد if جات have have هنا ده مضارع بسيطة هو مع الاي حطينا الفعل في المصدر لكن لو عندي هي هحط s فتبقى has الناحية التانية هحط والو المصدر والباي طب لو جات if في النص اللي قبلها هو المستقبل i'll buy a car if i have allot money وبرضو بعدها مضارع بسيط وزي ما قلنا هي بتعبر عن شيء محتمل الحدوث او ممكن ان هو يحصل في المستقبل انا عندي هنا if علي studies hard he will pass his test لو علي ذاكر كويس سوف يكتاز امتحانه هنا برضو علي عشان he حطينا s عشان المضارع البسيط مع الhe we should بنحط للفعل s فمع علي هو حطينا الفعل s studies والجملة التانية وال والاي والمصدر طب لو هنفيها هحط وانتو والمصدر وبرضو لو هنفي المضارع البسيط هنفيه بدونتو ودوزنت طيب في حالة السؤال في حالة السؤال بسيب جملة if زي ما هي وبيع الجملة اللي فيها will وبعمل عليها السؤال بعمل فيها cross فبدل هي will هتبقى will he فبالتالي هتبقى بالشكل ده مثلا لو هاسأل بقى دات استفهام what will the teacher say الجملة بتاعت will وبعدين if جملة if بتيجي زي ما هي if I don't understand the lesson يعني جملة if بسيبها زي ما هي وجملة will هي اللي بعمل فيها مقص او بكون فيها السؤال زي ما تعلمنا في المستقبل will you come if he invites you برضو if he invites you جملة عادية هي مدرع بسيط لكن جملة will هي اللي عملت فيها مقص بدل I will بقت will you ده بالنسبة لقعدة if تعالوا بقى نشوف هتجيلنا زي في الامتحانات if I held my mother at the weekend لو انا ساعدت امي في الاجازة she have more free time هنا if جي بعدها held مدرع بسيط يبقى الناحة التانية will will a will will مصدر هو جاي بمصدر يبقى فاضل a will طب يا ميزة ده مش كاتب لي will بس كاتب لي الاختصار بتاعها اللي هي l l فلو مش كاتب لي will هيكتب لي apostrophe l l فهحطها ده الاختصار بتاعها هنا if i a to the shops i will is bent هنا في will و المصدر يبقى بعد if مدرع a بسيط طب the i بتاخد s لأ ال i بتاخد مصدر ال he وال she وال it بتاخد الفعل في s لو عندي هي وال she وال it كنت حطيت goes لكن باقي الضموئر بتاخد الفعل في المصدر number three what clothes if it's called هنا جاي في صيغة سؤال فمدام سؤال يبقى حط will وال a والمصدر والناحية التانية هي بعد if جاي مدرع بسيط is يبقى نحط will والمصدر ولكن في صيغة سؤال فبالتالي هتبقى will في الاول وبعدين الفاعل فبالتالي هتبقى will i were وهنا جاي غلطة انه هو كاتب الفعل قبل الفعل فطبعا ما تنفعش هتبقى will i were مش will where i لأ هتبقى ال i قبل where فهتبقى will i were هتيجي will وبعدين الفعل طيب number four when هدى ايه كايرو when بتسوي if يا جماعة يعني بعدها برضو مضرع بسيط ونحية تانية will will مصدر فهو جايب لي هنا will ون مصدر هو في الجملة التانية يبقى بعد ون هتبقى ايه مضرع بسيط خد she والشي هتاخد a s ده كده بالنسبة لأسئلة الاختياري هنيجي بقى لأسئلة correct will will المصدر وبعدين جايب لي when هي في النص اللي هي بتساوي if فيبقى بعدها مضرع a بسيط مع الشي هتبقى فيها s هتبقى gets number two hasan not use the internet to buy food when he is older أنا عندي when زي f بالظبط بعدها is مضرع بسيط يبقى جملة تانية will will a will will المصدر بس هنا جايب لي not يبقى جايب will منفية will not اللي هي won't هتبقى won't use who will i talk to if i not know هنا جايب لي will والمصدر وجايب لي بعد if هيبقى ايه مضرع بسيط بس هنا في not يبقى المضرع البسيط هيبقى منفي مضرع البسيط بين انفي باي don't و doesn't الا هتاخد don't if my mother ايه if قلنا بعدها مضرع بسيط طب my mother she بربط هاف المضرع البسيط مع she ولقت ايه has ده كده بالنسبة لقاعدة if وكل الاسئلة متعلقة بيها في workbook و student book طيب هنجي هنا بقى قال لي ممكن if a win تيجي عادي بعدها مضرع بس الجملة التانية بدل ولو المصدر should والمصدر ولكن الكلام ده في حالة النصيحة لو الكلام اللي انا بقوله ده في شكل النصيحة لو الجملة بتدي معنا نصيحة فانا بدل ما احط ولو المصدر بحط should والمصدر هنا بنقول the tourists should visit the pyramids if they are in Egypt for the first time السياح يجب ان يزوروا الاهرامات لو هم كانوا في مصر الاول مرة نصيحة بنصح بها بس هل هم لو مزوروش الاهرامات يبقى فيها مشكلة لا طبعا دي مجرد نصيحة مدام الجملة واخد صيغة النصيحة بدل ولو المصدر بحط should والمصدر when you go to bed لما تروح تنام you should turn your phone off يجب ان تغلق التليفون بتاعك نصيحة لما تاخد صيغة النصيحة بحط should بدل will وطبعا النفي بتاع should shouldn't طبعا هنا you tell a parent or teacher if you feel worried at something لو انت حسيت انك قلقان بخصوص الشئ ما يجب ان تغبر حد من والدك او المدرس وبالتالي دي فيها صيغة نصيحة فبالتالي بدل مع المصدر هحط ايه هحط should مع المصدر فهتبقى هنا اللي هي number 8 بتيجي بالشكل ايه طبعا هنا لا يجب ان تشاهد الفيديوهات على الانترونت لو دماغك ايه بتوجعك طب اف بيجي بعدها ايه مدرع بسيط طب مدرع بسيط ايه مع الهد دي ات هتاخد s تبقى هرت لو الدنيا سقعة قوي المفروض انك انت ايه في البحر تعم في البحر ايه لا يجب ان تعم في البحر لان الجو سقعة فهنا دي سيغة نصيحة فناخد شود انت في حالة النفي عشان معنى الجملة عايز نفي وهكذا بقى يا جماعة مشان ضيع وقت فيها عشان طول الفيديو طبعا هنا اف بردو بعدها مدرع بسيط الناحية التانية جايب له شود والمصدر فهنا هجيب مدرع بسيط مع اليوق المدرع البسيط بيبقى مصدر فبدل هتبقى when زي اف بالظبط when you drop rubbish on the floor لما توقع الزبالة مفروض تشيلها فطبعا هنا بردو انا بنصحه فهنا تاخد شود والاي والمصدر بدل والمصدر فهتبقى شود بك بس كده جي كده unit 7 تعالوا بقى نشوف unit 8 والgrammar بتاع unit 8 unit 8 بتتكلم عن الاسماء المعدودة والغير معدودة countable والuncountable طبعا احنا عندنا في الانجلش اسماء بنعرف نجمعها وبالتالي بنعرف نعدها ودي بنحطها في صيغة المفرد والجامع يعني في المفرد بنحط قبلها A أو N وفي الجامع بنحط أخيرها S أو لو شازة بنبقى حمزينها زي مثلا a car جامعها cars العربية هنعرف نعدها الواتش الساعة هنعرف نعدها الابل التفاحة هنعرف نعدها وهكذا فالحاجات اللي احنا بنعرف نعدها فبالتالي بنحطها في صيغة الجامع وفي المفرد لازم نحط قبلها A أو N عشان دي معناها want أنت حط A لو الكلمة بدأت B second لو الكلمة بدأت بمتحرك بحط N وطبعا دي الكلمات الشازة child children man من برضو ده جامع شاز فدي بتتعد ولكن جامعها مش بيبقى بالS بيبقى جامع شاز ده كده بالنسبة لأسماء اللي بعرف عدها أما بقى الأسماء اللي ما بعرفش عدها فدي الحاجات اللي مش عارف عدها زي المية لو فتحت الحنفية مثلا المية نزلت مش عارف عدها العيش مش عارف عده القهوة مثلا اللي السلط الملح الشجر السكر الحاجات دي مش بعرف عدها فالأسماء التي لا تعد ما ينفعش نحط قبلها A أو N وما ينفعش نجمعها بالS ولكن في ملحوظة أن الأسماء دي لما تحط في الجملة بتعامل معاملة المفرد يعني تاخد S ما تاخدش R يعني أقول sugar is أو milk is ما أقولش sugar R أو milk R ليه لأنها يتعامل معاملة المفرد فبتاخد الفعل بالمفرد كأنها it كمان عندنا some وany وsome زي ما احنا عارفين بتيجي مع الجملة المثبتة اللي ما فيهاش not أو لو في عرض أو طلب مهزب أما بقى any بتيجي مع الجملة الملفية والسؤيل أنا هنا مثلا would you like some coffee تحب أجيب لك شوية قهوة أنا هنا بعرض عليه عرض can I ask some questions ممكن أسألك بعض الأسئلة أنا هنا بطلب منك طلب أو بتيجي بجملة عادية some cakes have nots in them أنا هنا ما فيهش not خالص في الجملة فبالتالي لما لاقي جملة ما فيهاش not بحط some لما لاقي جملة فيها عرض أو طلب بحط some أما بقى لو جملة فيها not أو سؤال بحط any any بتيجي مع الجملة المنفية والسؤيل هنا I haven't got any books هنا في not فعشان كده حطت any I don't want any sugar في not فحطت any هنا صيغة سؤال do you have any money حطت any ليه؟ عشان ده سؤال has Mona got any sisters حطت any عشان ده سؤال فإني بتيجي مع الجملة المنفية والسؤال عندي بعد كده كلمات بتدل على العدد زي all of يعني كثير من وبيجي بعدها أسماء سواء تعد أو ما تعدش وعندي a little يعني قليل ودي بتيجي مع الأسماء اللي ما بتتعدش way of you يعني برضو قليل ولكن بتيجي مع الأسماء اللي بتتعدوا وبيجي بعدها جمع فأنا عندي هنا علي has got a lot of أو lots of اللي اتنين بيساوا بقع books أنا عندي هنا جبت اسم إيه؟ جبت اسم بيتعد في قسة هو books أو حطت a lot of أو lots of هحطت اسم إيه؟ في قسة هو جمع أو اسم ما بيتعدش we ate a lot or lots of cheese فبالتالي a lot of بيجي بعدها اسم سواء بيتعد أو ما بيتعدش بس لو الاسم بيتعد لازم يجي جمع ما يجيش مفرد أبدا ما يجيش حاجة قبلها أي وآني لازم يجي جمع أما اللي ما بيتعدش فبيجي عادي بصغطه العادية بشكله العادي a little زي ما قلنا بتيجي مع الأسماء اللي ما بتتعدش I only have a little salad فأنا هنا حطت اسم ما بيتعدش ما فيهوش إسه ومش جمع ولا حاجة سناكس سناكس هاي فيها إسه طبعا هلسي ما فيهاش إسه عشان دي الصفة الصفة بتيجي قبل الاسم أنا بتكلم على الاسم نفسه في إسهو عشان فيهو بتيجي مع الأسماء اللي بتتعد طيب هناخد أمثلة بقى من الأسئلة there are grapes left يوجد بعض العنب متبقي أو يوجد عنب متبقي would you like some تحب أجيب لك شوية فأكيد هنا فيه عنب قليل اللي فاضل فتحب أجيب لك شوية أكمل لك عليهم يعني فبالتالي هنا هحط قليل في إس اللي بتاخد إس أليتل ولا أفيو طبعا أفيو وأفيو معناها قليل الحاجة اللي فيها إس الجامع اللي بتتعد وزيها مني لكن أليتل بتيجي مع الحاجة اللي ما فيهاش إس اللي ما بتتعدش وزيها ماتش would you like salt salt هنا ملح والملح ده ما بيتعدش فبالتالي هنا هناخد إيه هتاخد أليتل مش أفيو عشان ده اسم اللي هيعد أفيو بتيجي مع الاسم اللي بيتعد اللي فيه إس she's allergic to nuts so she doesn't eat doesn't يعني فيه ناط يبقى هاخد إيه إني إني اللي بتيجي مع الجملة المنفية والسؤال طب محطتيش أفيو أو ألاط أب لي عشان أفيو ألاط أب بيجي بعدها اسم فأنا هنا مفيش بعدها اسم ده هنا جاي أخر الجملة فبالتالي هاخد لصم ولا إني فأنا عندي ناط يبقى هاخد إني I don't like to have a soul I don't يعني نفي يبقى برضو هاخد إيه إني إني بتيجي مع الجملة الإيه المنفية طب صم طبعا طب صم تنفع صم ما تنفعش عشان إحنا في ناط طب مني مني بتيجي بعدها اسم يتعد في إس زيها زي أفيو بس بتيجي زي كده في الأسئلة هنا برضو number 6 would you like cake Layla أنا هنا بعرض عليها عرض والعرض بتيجي مع صم when she's playing netball she drinks a few water طبعا واتر ما بتتعدش ما ينفعش حط معاه فيو فيو بتيجي مع الإسم اللي بيتعد فبالتالي هحط أليتل نفس القصة هنا I eat a little healthy snacks فيه هنا S فياخد أفيو مش أليتل وطبعا يا جماعة عشان ما نضيعش وقت نطول الفيديو أكتر من كده الأسئلة دي أنا حلها هي هي في شرح الدرس ده فإحنا ممكن نرجع للفيديو بتاع شرح اليونت دي هلاقي نفس الأسئلة دي إحنا حلينها برضو هي هي بتاعة الworkbook والstudent book تعالوا نشوف صيغة الأمر صيغة الأمر دي يا جماعة لما جاء أمور حد أقول لها من حاجة زي ما نلاقي المدرس دخل علينا بيقول لنا stand up ومقف sit down قعد قبنزادور يفتح الباب دي صغة أمر عرفت إزاي إن هي أمر جملة الأمر هي جملة بدون فاعل ما فيهاش فاعل بتبدأ بالفعل في المصدر فبالتالي لما الجملة تبدأ بالفعل في المصدر وما يكونش عندي فاعل أعرف إن ده أمر هنا قلت stand up علي بدأت بstand ما قلتش i ولا u ولا zay بدأت بالverb stand في المصدر وما حتطلوش default ما حتطلوش s ing هنا قلت walk to the board بدأت بwalk الفعل في المصدر ما حتطش فاعل go to the shop بدأت بgo مصدر buy an ice cream بدأت بboy مصدر وهكذا يبقى صيغة الأمر دايما تبدأ بالفعل في المصدر طيب الأمر المنفي قبل المصدر بحط don't يعني ببدأ بdon't زائد المصدر برضو ما فيش فاعل فأنا هنا لما هاجي أنفي هقول هنا مثلا don't write on the wall ما تكتبش على الحيطة بدأت بdon't وبعدين المصدر ده بالنسبة للأمر طب بيجي في الأسئلة ازاي أنا عندي هنا بيقول a to x أنا هنا بدأت بالفعل ما فيش فاعل مدام هبدأ بالفعل لازم يكون مصدر عشان ده أمر جملة الأمر الوحيدة هي اللي بتبدأ بالفعل فبالتالي لازم الفعل يكون في المصدر فهاخد beat من غير إضافة برضو هنا هبدأ بإيه بالمصدر مدام بدأت ما فيش فاعل هاخد use مصدر وأنا مغمضة عينيه حتى من غير مقرأة جملة هنا نفس القصة wash some beans and الجملة اللي بعدها لازم تكون نفس الزمن بتاعها برضو ما فيش فاعلة هي يبقى هنا بدأ بالمصدر هو أمر واللي بعدها كمان ما فيهاش فاعل فهتبدأ أمر فهحط الفعل في المصدر اللي هو بط مش هحط أي إضافة نفس القصة اللي بعدها serve مصدر مدام الجملة بدأت ما فيهاش فاعل وبدأ بالفعل لازم أحطه في المصدر طب لو بدأ بمصدر هي ما فيش فاعل برضو وفي مصدر وقبلها عايز نفي لازم أحطه don't جملة الأمر هي الوحيدة اللي ما فيهاش فاعل فمدام ما فيش فاعل يبقى في حالة الإثبات أبدأ بالمصدر وفي حالة النفي don't زائد المصدر ما فيهاش حط حاجة غير don't وبكده دي أسئلة الأمر بتيجي بالشكل ده عندي هنا برضو في الcorrect please وكما مدام كما يبقى جملة خلصة يبقى أنا هبدأ جملة جديدة أنا هنا جملة جديدة اللي بعد كما ما فيهاش فاعل مدام ما فيش فاعل وهتبدأ بالفعل على طول يبقى لازم يكون مصدر فادنج هتبقى قاد واللي بعدها نفس القصة هتبقى هيت هشيل الاس طب هنا فيه not والمصدر وما فيش فاعل برضو يبقى ده أمر من فيه يبقى أبدأ بdon't والمصدر فهتبقى don't spoil اللي بعدها بدأ بفعل في اس لأ مدام ما فيش فاعل وهبدأ بفعل لازم يكون مصدر وهكذا هو ده الأمر طبعا سهل جدا كده خلصنا الأمر عندي تكملة للجزئية الأولانية بتاعت الأسماء اللي بتتعدى ولا ما بتتعدش enough enough معناها كافي وديبتي يعني حسب معنى الجملة وممكن يجي بعدها اسم بيبعد أو ما بتتعدش عادي جدا ولكن هي بتدي معنى الجملة كافي فأنا لو لقيت جملة بتدي معنى كافي عندي بعد كده too many وتوماتش زي ما قلت لكم many بتساوي بالظبط a few ولكن هي عكسها في المعنى many يعني كتير a few يعني قليل too many هنا معناها كتير جدا وديبتيجي قبل الأسماء اللي بتتعد زيها زي few أما too much زيها زي little too much يعني كتير a little قليل ولكن هما نفس الاستخدام a little بتيجي بعدها اسم ما بتعدش وتوماتش بيجي بعدها برضه اسم ما بتعدش فاحنا هنقولها الأغنية اللي كنت قيلها لكم many with you تاخد s much little مفيش فmany with you تاخد s يعني تاخد جمع بعدها يعني اسم بيتعد أما much little مفيش اسم مفيش جمع اسم ما بتعدش أصلا فأنا هنا too many people people بتتعد عشان كده الناس بنعرف نعدهم عشان كده حطيت too many لكن هنا too much water الواتر ما بعرفش عدها عشان كده حطيت قبلها much عندي اسئلة I don't like this soup there is too a salt salt بيتعد ولا ما بيتعدش ما بيتعدش فتاخد a much much يعني مفيش مفيش number two number two بتقول لي كان I have some more sugar please ممكن اخد شوية سكر زيادة بعد اذنك there is in this tea في ايه في الشاي ده لو انا عايز سكر زيادة الشاي ده في سكر ايه قليل مش كفاية طيب فبالتالي يعني ايه بقى مش كفاية طبعا قليل افيه مش هتنفع مع شوغر ليه لان شوغر ما بيتعدش وفيه بتيجي مع لي بيتعد الجمع فبالتالي هناخد نط نط مش كفاية فزي ما انتوا شايفين كده نط بتيجي على حسب معنى جملة برضو اللي بعدها let's not go to the beach متعلم ان روحش الشاطئ there are eight people there today في ناس ايه النهاردة هناك في ناس اكيد كتير طب الناس هنا الناس بنتعد ولا متعدش بتعد فبالتالي هتاخد مني متاخدش much too many هتقول ليه طب ما هي كمان فيه تنفع هقول لك او بس معنى جملة عايز نقول ناس كتير مش قليلة could you get a few tomatoes i don't have for the salad could you get a few tomatoes ممكن تجيب ليه طماطم قليلة i don't have a for the salad ما عنديش ايه للسلطة i don't have enough ما عنديش كفاية للسلطة برضو هنا تجدد معنى كافي you should only eat a sugar يجب ان تأكل فقط a sugar سكر ايه موفوض ان ناخد سكر ايه ناخد سكر قليل طب قليل بقى مع الحاجة اللي ما بتتعدش اللتل افيو مع اللي بيتعد زي ما قلنا mini with you تاخد اس انا هنا ما بقولش تاخد اس يعني كل اللي بعدها لازم يكون شي اس لأ ما ممكن يكون جامع شايز بس انا قصدى هنا بالاس ان هو تجمع mini with you دايما نيجي بعدها اسم جمع بيتعد عرفت زي انه بتعد لان اللي بتعد اللي بجمعه لكن اللي ما بتعدش مبعرفش اجمعه اما ماتش وليتل ما فيش ما بيتجمعش والان كونت طب هو الوحيد اللي ما بيتجمعش الاسماء التي لا تعد هي اللي ما بتتجمعش فانحفظها كده mini with you تاخد اس ماتش وليتل ما فيش شجر هنا ما فيهاش اس ما فيهاش جامعة اصلا فبالتالي هتاخد ماتش وليتل طب هنا انا عايزة ماتش ولا لتل المفروض ناخد سكر كتير ولا قليل مفروض قليل فاخد لتل بس يا جماعة ده كده بالنسبة ليونت 8 عندنا بعد كده يونت 9 ويونت 9 بتعبر عن القدرة وعدم الاستطاعة في المدورة والقدرة بنستخدم فيها كان فانا لو اقول I can انا اقدر و I can't انا ما اقدرش فبنستخدم القدرة او الاستطاعة عندنا ثلاث حاجات بنعبر بيهم عن القدرة او الاستطاعة اولهم كان زائد الفعل في المصدر كان معناها يقدر او يستطيع وبتيجي بعدها الفعل في المصدر والنفي بتاعها كانت I can't come to the park this afternoon يعني انا اقدر اروح البارك بعد الظهر اما كانت يعني ما اقدرش فانا لو عايز انتي كان اقول I can't come وبرضو هاجي بعدها الفعل في المصدر طب لو عايز اعمل سؤال هعمل مقص ما هي كان فعل مساعد فبالتالي I can هتبقى can you هعمل مقص على طول she can can she they can can they وهكذا ده بالنسبة لكان ايه تاني بتعبر عن القدرة والاستطاعة know how to يعرف كيف انا اما اقول I know how to swim يعني انا اعرف كيف اعوم او ازبح فمعناها من انا استطيع ان ازبح بتدي نفس المعنى وبرضو بيجي بعدها الفعل في المصدر ولكن no هنا ده فعل في المدرع البسيط فبالتالي لما اجي ان فيه بنفيه بدونت ودوزنت زي ما بنفيه اي مدرع بسيط ولما اجي حطه مع الهي والشي والإت لازم احط له اس فعندي هنا حبيبة شي والهي والشي والإت بتاخد اس في المدرع البسيط فهنا حبيبة knows how to وجي بعدها رأيه اهو الفعل في المصدر فno how to بيجي بعدها المصدر زي كان بالضبط وهي بتسويها ولكن انا بصرف البرب no على حسب الفعل اللي عندي لو i او they او we او you بحط no زي ما هي في المصدر لو هي او شي او it بحط لها اس وبالتالي في حالة النفي عن فيها don't وdoesn't زي المدرع البسيط بالضبط i don't know how to do هنا عشان i حطت don't هنا هي doesn't know how to write فهنا عشان هي حطت doesn't نفي تهاب doesn't وبرده في الآخر جاي بعدها هيدو مصدر وجاي هنا write مصدر فno how to يجي بعدها دايما الفعل في المصدر طف حالة السؤال زيها زي المدرع البسيط برضو هبدأ بدو او does do you know how to play does she know how to sew وهكذا الشي بدأنا بدز والyou بدأنا بدو وبرده مع اليه والشي والإد ببدأ بدز ومع بإد مقر ببدأ بدو وبرده know how to بيجي بعدها المصدر بتساوي كان بالضبط بيجي بعدها المصدر بتساويهم ايه تاني be able to وبي هنا بنقصد بيها الام والإز والار فانا هحط ام او إز او آر able to وبعدها المصدر وبرده بتساوي بالضبط كان برضو او know how to honey is able to ride عشان هاني he خد is وبعدين حطينا able to والمصدر طب لو شلت هاني وحطت i حطت am اي هتاخد am وبعدين able to والمصدر في حالة النف هنفيه الام والإز والار بنت فهتبقى am not is not are not able to والمصدر وفي حالة السؤال هعمل مقص he is but is he they are but are they وبعدين بحط able to والمصدر are you able to play is she able to sell والون وهكذا فبنعمل مقص بعدين able to والمصدر تعالوا نشوف اسئلتهم بتيجي ازاي do you know how to how to بيجي بعدها الايه المصدر هتبقى play not you able to والمصدر طب able to والمصدر بيجي معاها اي قبل able to ام از ار فبالتالي اللو هتاخد ايه ار I know ده مصدر على طول يبقى حط قابلي ايه هاشوف بقى الصغر اللي تنفع هنا ام ابل ام ابل لازم يجي بعدها تو طب هنا ما فيش تو يبقى ما تنفعش is able to ابل تو هي ماشي بس از ما تجيش مع الاي تبقى ما تنفعش الوحيدة اللي هتنفع ايه can هنا هي اللي بيجي بعدها المصدر نيجي بعد كده he can't swim but he a football very well طبعا بط بتيجي بين جملتين عكسة بعض فمدام هنا في can تيبقى هنا هتبقى can and play tennis but she can ride a bike برضو هنا في but في هنا كانت تبقى النحية تانية ايه can't جملتين عكسة بعض وفي مصدر اهو عندي هنا بالنسبة للcorrect can you مدام بدأت بكنا حط مصدر يبقى هشيل تو وحط الفعل في المصدر على طول هنشيل تو فهتبقى play على طول هنا بدأت بسؤال في know how to you know هنا i know how وجايب لي مصدر على طول فانا حط تو المصدر فبتبقى to so هنا هاني كان كان عايجي بعدها المصدر في عشيل الing وحط على طول play في المصدر بس فالدنيا بتبقى سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة هنا برضو لو جاب لي able to زي هنا number six مثلا جاب لي she وفي able to لازم able to يجي قبلها msr فبالتالي هحط s وبعد able to هنا كانت وبعدها مصدر فهتبقى go number five محل النهاش عمر is busy عمر كان مجغول he can play football now وهايقدر يلعب كورا دلوقتي طبعا مش هيقدر فبدلا لك انا هحط can't اخر واحدة able to مدام able to يبقى هحط am is or اليو هتاخد ايه or فهتبقى are you able to وبكده يبقى خلصنا part one طبعا انا كان نفسي خلصلكم ما انا هقوله فيديو واحد بس الفيديو كان هيبقى طويل جدا فان شاء الله كده انتظروني في الفيديو جاي part two عشان يبقى خلصنا grammar كله ترجمة نانسي قنقر